بمشاركة عشرات الآلاف تنظم الفعاليات الجماهيرية في تركيا بشكل طبيعي رغم أن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بدأت تقترب من مائة ألف إصابة وأعداد الوفيات من مائتين بشكل يومي ورغم الإقرار بخطورة الوباء إلا أن الجهات الرسمية ترى بأن الوضع تحت السيطرة فيروس كورونا شكل أصعب وأخطر أزمة في آخر مائة عام ما خلق صعوبات وتحديات ومخاطر غير مسبوقة تعرضنا لانتقادات غير محقة وظالمة ولا علاقة لها بشعبنا من قبل المعارضة حول إجراءاتنا للتعامل مع كورونا هذه الأطراف تثير التشاؤم والخوف حتى حاولت تخريب العلاقة الطبيعية بين المعلم والطالب في البلاد وفي فعالية جماهيرية كبيرة أيضا قال الرئيس التركي إن تركيا أصبحت إحدى الدول القليلة بالعالم التي يمكنها مواصلة الأنشطة التعليمية دون أي انقطاع رغم الانتشار الواسع لفيروس كورونا المفارقة تكمن في أن المعارضة التي انتقدت سابقا التجمعات الكبيرة التي يشارك بها الرئيس التركي في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا باتت هي الأخرى تنظم نفس التجمعات الكبيرة في أنحاء مختلفة من البلاد فهذا التجمع الكبير هو واحد من عدد كبير من التجمعات التي تنفذها المعارضة التركية وتتعهد من خلالها بحل كل مشاكل البلاد وأبرزها انتشار فيروس كورونا التي هي تعلم بأن التجمعات سببا رئيسيا في انتشاره لا تقلقوا فنحن سنحل كل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية ومعضلة كورونا التي أثرت سلبا على الانتاج والاقتصاد وسنواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات الجماهيرية من أجل التأكيد على أننا ماضون في حل المشاكل ورفض طريقة تعامل تحالف الحزب الحاكمي معها وزير الصحة التركي اعتبر بأن خطر فيروس كورونا أصبح من الماضي حسب تعبيره ليقول مختصون صحيون أتراكا إن هذا الأمر غير صحيح وإن أرقام الوفيات والإصابات الكبيرة تؤكد وجود خطر كبير على مصبحات الغد اسطنبول